اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك شهر رمضان شهر الصيام والقيام موسم غفران الذنوب وتكفير السيئات والآثام شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وينادي فيه مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله اعتقاء من النار في هذا الشهر وذلك كل ليلة اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن الفائزين بالجنان يا رب العالمين شهر تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه الذنوب والسيئات وتضاعف فيه الأجور والحسنات وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار ويعتق الله عز وجل فيه عباده من النيران شهر أنزل فيه القرآن وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه رضي الله عنهم بقدوم رمضان لما فيه من الخير الكثير وبشر المؤمنين والفضائل والبركات العظيمة فكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامة تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ولهذا الفضل العظيم لشهر رمضان كان الصحابة رضي الله عنهم يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم هذا الشهر العظيم ويدعونه جل جلاله ستة أشهر بعده أن يتقبل الله عز وجل منهم رمضان وما فيه فالمسلم الحق المؤمن الفطن يفرح برمضان ويستبشر به ويحسن استقباله والاستعداد له والعمل والعبادة فيه حتى يعم عليه خيره وفضله وبركته من الله تعالى فمن أدرك شهر رمضان ودخل فيه بنية صادقة وسنة متبعة خرج منه بزاد التقوى وكان من الفائزين الرابحين والسعداء الناجين في الدنيا والآخرة وفي المقابل خاب وخسر كل من أدرك شهر رمضان وأصر على المعاصي والسيئات ولم يجتهد فيه في عبادة الله تعالى ولم يحرص ولم يسارع فيه إلى العبادات والخيرات وانتهى الشهر ولم يغفر له نعوذ بالله من ذلك اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين وأعتق رقابنا من النار يا رب العالمين قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل أي خاب وخسر رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له نعوذ بالله ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا في حياتهم وبعد مماتهم وقال الرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين قال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين قال فقلت آمين قال صلى الله عليه وسلم قال جبريل ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين قال فقلت آمين صلى الله عليه وسلم وفي رمضان ليلة القدر وهي خير من ألف شهر أي إنها خير في الفضل والبركة والأجر والثواب من عبادة ثلاثة وثلاثين سنة وأربعة أشهر أي إن هذه الليلة الواحدة أفضل من عمر طويل يعيشه إنسان مؤمن عابد زاهد عمره ما يقارب مئة سنة إذا أضفنا إليه سنوات ما قبل البلوغ والتكليف ولفضلها وعظيم مكانتها فقد أنزل الله تعالى سورة كاملة في القرآن باسمها وهي سورة القدر قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وفضلها عظيم لمن أحياها وهي ليلة عامة لجميع المسلمين وإحياؤها يكون بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء والاستغفار وتبدأ تلك الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وصلاة التراويح في رمضان إحياء لها وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم آمين فمن وفقه الله عز وجل لهذه الليلة غفر له جميع ذنوبه وجعله من اعتقائه من النار في هذه الليلة المباركة اللهم آمين ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغفلة عن هذه الليلة ومن إهمال إحيائها فيحرم المسلم خيرها وثوابها نعوذ بالله فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم وقد أظلهم شهر رمضان إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم نعوذ بالله ومن الأحاديث المنتشرة بين الناس بالخطأ وهي غير صحيحة قالوا افتراءا إن هناك أربعة لا يغفر الله تعالى لهم في ليلة القدر فادعوا قائلين إذا كانت ليلة القدر يأمر الله عز وجل جبريل عليه السلام فيهبط في كبكبة من الملائكة ومعهم لواء أخضر فيركز اللواء على ظهر الكعبة وله مئة جناح منها جناحان لا ينشرهما إلا في تلك الليلة إلى آخر هذه الرواية غير الصحيحة التي في آخرها وغفر لهم إلا أربعة قالوا حسب هذه الرواية المفترى يا رسول الله من هم؟ قال رجل مدمن خمر وعاق لوالديه وقاطع رحم ومشاحن وهذا الحديث رغم انتشاره إلا إنه غير صحيح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يجوز نشره إلا للتحذير منه كما نفعل الآن وأما ليلة القدر فهي ليلة عامة لجميع المؤمنين المسلمين الموحدين بالله عز وجل رب العالمين نسأل الله تعالى أن يوفقنا لبلوغ ليلة القدر وأن يرزقنا فيها خير الطاعات والعبادات وأوفر الحظ والنصيب وأن يعتق رقابنا جميعا فيها من النار وأن يرزقنا قيامها وصلاتها وركوعها وسجودها وذكرها واستغفارها ودعاءها وبركتها ورحماتها وأنوارها ونفحاتها وما أعد الله عز وجل فيها لعباده المؤمنين وأن يتقبلها منا وأن يجعلنا من اعتقائه من النار اللهم آمين وفي الختام لا تنسوا مشاهدين الكرام تسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته